القرآن كتاب تغييري الله عز وجل أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ولو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع ولا شاهدته متصدع التأثر دام للجبل اللي هو المخلوق المفروض أنه هو شديد وقوي وفيه قوة شديدة جدا في هذه الحجارة التي يتكون منها الجبل القرآن بإذن الله عز وجل قادر على أن يجعله يتصدع من خشة الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هؤلاء الذين ذكرهم الدبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعهم هذه القرآن لأنهم لم يتأثروا التأثر المطلوب لم يرتبطوا الارتباط فكان النمط ده لا يجاوز حناجرهم الحنجرة هي منتهى الرحلة أقصى مسافة بتبلغها الآيات أو الألفاظ القرآن هنا ما بتوصلش هنا بتوصلش إلى القلب توجيهات القرآنية لم تغير فيهم شيئا لم تعبر أسوار النفس ولم تجاوز حدود الروح ولم يصح بها الفهم ويتغير بها الوعي لا بالتالي ما حصلش فايدة لم تفيدهم هذه التلاوة لم تؤثر لأنها لم تغير من وقاهم شيء دي الحقيقة اللي كتير مننا بيرفض الاعتراف بها وإلا تفسر بإيه ظواهر بنشوفها كل سنة في رمضان ناس أولا أن يبلغنا وفي غير رمضان ممكن تلاقي قراءة لا بأسة بها ممكن تلاقي ختمات كثيرة جدا الناس بتتنافس في الختمات لكن للأسف برضو التغيير مش بنفس الكم التغيير مش بنفس الواقع المحيط في كثرة تلاوة في مواسم الخير أو أصلا في مواسم تانية ممكن ما حدش بيقرأ أصلا إلا من رحم الله عز وجل ناس الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن لكن مش دايما بيكون الارتباط بين الكم مع تغيير الواقع اللي مفروض يكون موجود في تلاوة القرآن عشان كده من خلال هذه التجهيزة للرمضان عايزين نبدأ نتكلم بقى فعلا طب إزاي نقدر نوصل لهذه الحالة إزاي نقدر نوصل لحالة مصاحبة القرآن إزاي نبقى فعلا أصحاب للقرآن وأصحاب لبعض سور القرآن إن ما يبقاش علاقتنا بالقرآن علاقة خارجية أو علاقة سطحية أو علاقة جافة علاقة كده مجرد شكل من أشكال أو مثلا لايب بعض الناس بينظروا للقرآن على إنه مجرد مصدر للثواب نحن هنقرأ القرآن عشان نحصل الحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها يعني الحرف بعشرة حسنات ونقعدنا جميل إن أنت تتاجر مع الله عز وجل وإن أنت ترغب في المزيد من الأجر والمزيد من الثواب لكن الأساس في التعامل مع القرآن مش ده الأساس في التعامل دي هدية يعني ربنا سبحانه يعطيك إياها فضلا من عنده عز وجل لكن الله عز وجل لما أنزل هذا الكتاب لم ينزله لأجل أن تحصل به الثواب أو أن تحصل به الثواب من خلال التلاوة وحسب أنه ممكن تحصل الثواب من كل لحظة في حياتك بعد تأثرك بالقرآن بعد بصحابتك القرآن أنت كنت بقيت حياتك ماشي قرآن يمشي على الأرض بقيت أخلاقك القرآن كما في قدوتك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقوه القرآن ولما ذكر الصحابة كانوا قرآنا يمشي هنا تبدأ تشوف أن الثواب معناه بيتطور من مجرد التلاوة إلى ممارسة كاملة للحياة من خلال القرآن فتؤدي إلى وحدوث هذا الثواب بشكل أكبر يعني حتى محب الثواب لو هو عايز فعلا وتعقول لنا محب الثواب يعني أنا مش بالكلام عن طائفة لأصلا المؤمن يبتغي المثوبة من عند الله عز وجل لكن إن هي بس تكون نظرته للقرآن إنها حروف لا حروف بتاخد بها ثواب إزاي القرآن ده رسالة الرسالة دي اللي مطلوب أن أنت تصاحبها وتعيش عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا بذلك وبذلك سادوا بصحبة هذا القرآن قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع وأعجب الأمثلة في البطولة والفداء موسيقى